عام الاستدامة لحد هذه اللحظة من مبادرات من مشاريع من لما أطلق الاسم على هذا العام شو تحقق؟ أكيد نحن يوم أعلن رئيس الدولة الله يحفظه في يناير من هذا العام عن عام الاستدامة تحت شعار اليوم للغد بدأنا نشغل الهدف من عام الاستدامة كان هو تحفيز قيمة الاستدامة لموجودة كانت في حالنا و جدادنا كان هذا الشيء مبغريب عليهم فنحفز هذه القيمة مرة ثانية في أعضاء المجتمع بحيث أنهم يبدلون مثل ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية لأن صح أن الحكومة والمؤسسات الخاصة عندهم دور مسؤول في هذا الموضوع بس أيضا الأفراد ممكن أنهم يساهمون في هذا الموضوع فمن بدأنا عام الاستدامة كانت عندنا عدة مراحل تخصصية منها كان الاستهلاك المسؤول الذي تزامنت مع شهر رمضان الكريم كان عندنا المرحلة الثانية لحفاظ على البيئة وحاليا نحن في المرحلة الثالثة التي بدأت في شهر سبتمبر التي تزامنا مع كوب 28 تركز على العمل المناخي وشو اللي ممكن يسوون الأفراد في حياتهم اليومية عشان أنهم يساهمون بعادات بسيطة ومناسبة لبيئتنا وتقادلنا وعاداتنا في هذا الموضوع وهو موضوع العمل المناخي يعني هذه الفترة في كوب 28 رح يكون الدور أكثر تثقيفي نعم وتوعوي بالضبط هي وتحفيزي أيضا بحيث أن الأفراد يعرفون شو ممكن هم يساهمون عشان يساهمون في هذا الموضوع نزل بمعنى آخر شو تطلبون من الجمهور من المجتمع أكيد نحن في كل مراحلها اللي ذكرتها كان فيه مثل أشياء معينة نطلب من الجمهور يسويها بسيطة وسهلة سهلة التطبيق حاليا بالنسبة للمرحلة الثالثة في عنا كذا العدد من الممارسات اللي نطلب الجمهور يسويها أولها أن نركز على المواصلات الصديقة للبيئة مواصلات النقل العام أو أن مثلا إذا ظهرنا في رحلة مع آيلتنا مشكلة واحد يأخذ سيارة روحها نجتمع أخذنا في السيارة مع بعض وننتقل فهذا اللي نسمي للوسائل النقل الخضرة وأيضا تقليل الاستهلاك الماء والكهرباء في البيت بس التقليل بعد استخدام فيه المعدات اللي هي تكون توفر الطاقة يعني يوم نروح نشتري جهاز يديد ثلاج يديد عليها تقييم نختار تقييم اللي فيه 5 ستار خمس نجوم لأن هذا اللي بيساعد أكثر في تقليل الاستهلاك ممتاز 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 ممتاز